رفع الفيديو اليوم سوف نتعرف على طريقة كيفية حل هذا المشكل على تطبيقك الخاص انستغرام من خلال الضغط على الضبطة والإعدادات نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا للضبط نقوم بالنزول إلى الأسفل نأتي إلى التطبيقات هنا نقوم بالضغط عليها ثم نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاصة نقوم بالنزول إلى الأسفل للبحث عن تطبيق انستغرام ثم بعد ذلك نأتي إلى انستغرام هنا نقوم بالضغط عليه بعدها سوف نأتي إلى هنا معلومات التطبيق نأتي إلى إيقاف إجبار نقوم بالضغط عليه بعدها نقوم بالضغط على مكان التخزين هنا ثم بعد ذلك نأتي إلى مسحى البيانات وبعدها سوف نأتي إلى مسحى التخزين المؤقت بعد ذلك تقوم بتحديث التطبيق الخاص بك لحل هذا المشكل الخاص بك وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك والضغط على رسال لايك ونتقل في فيديو اخر ان شاء الله